بسم الله الرحمن الرحيم، سوف أشرح لك في هذا الدرس عن الكلاس السبب توقفي عن شرح الانترفيس ويبدأ في الكلاس إنه كثير من الأمور القادمة عن الانترفيس تكون مرتبطة رقباط وطيف بالكلاس فلا بد أن تفهمك للكلاس قبل أن تبدأ بالانترفيس طبعاً لو ترى هذا الجاثل المثل لديك هو عبارة عن كلاس اسمه MainActivity يرث الكلاس اسمه ActionBarActivity ويعمل Overwrite لميثود أصلاً هي موجودة بالActionBarActivity يعني الكلاس ستحتاجها في كل بك طبعاً لو نأتي على سين المثال هنا على البوتن البوتن هي عبارة عن كلاس اسمه بوتن يحتوي على Properties اللي هي width, height, text ويتحتوي على Event إذن كل كلاس يحتوي على Properties ويحتوي على Event ذاكي أبدأ في New Class Java Class أسمي My Class نوع الملف هو Class أتسجل أنوا عن ترفيس وany وما غير راسه فأيش راح بالتفسير بدأنا بالكلاس طبعاً هذا كلاس طبعاً هذا كلاس يكون هذا شكل Public Class مواعي كلاس هنا أكتب ال Properties وأكتب كما قلنا المثل طبعاً عيسا مثلاً أنا في كون Class يحتوي على اسم الشخص وعمره ك Properties ويحتوي على مثل تتحكد هل عمر هذا الشخص طانوني أم لا لذلك أنا أبدأ بتعرفة String إيش للنيم وأبدأ بتعرفة أنتجر إيش للأيج أعرفت متغيرين أنتجر String وأنتجر في هذا الكلاس هذه هي ال Properties الخاصة بالكلاس تعرف مباشرة داخل القوسين للكلاس أنا أبدأ الآن للميثود الميثود أنا أريد أن أرسل له عمر الشخص أتأكد هل عمر الشخص طانوني وأم لا إذلك فهي تعيد لي بأيما String فنعها إيش Cheeking نسمي الميثود Cheeking إيش تستقبل هذه الميثود تستقبل أنتجر LegalAge إذن هذه الميثود تعيد بأينا String اسمها Cheeking تستقبل برامتر أنتجر اسمها LegalAge إذن فنقول له إذا كان عمر الشخص إذا كان الage للشخص إيش أكبر من أو أكبر أو يساوي من LegalAge ليش رح يصير عندنا إيش نعيد نعيد الـ يعني هاي الميثود شي ترجع تعيد نعيد الـ plus As LegalAge إذا كان سنه قانوني أكتب لي عيد لي اسمه مجابرا له هازليقل ايج يعني إذا حسين سنه قانوني أقول لك حسين هازليقل ايج وبخلافه وبخلافه إيش نعيده نفسه ننسخه ونعيد نكتب هذي هازنوت يعني إذا كان عمر شخص قانوني عيد لي هذي وإذا عمره غير قانوني عيد لي هذي الآن كيف استدعي هذا الكلاس في كلاس آخر طبعا كمان عفية كلها كلاسات في جابا إذلك أنا دا استدعيها في ناطمين اكتيفتي في حدث اللود فأبدأ بعمل إنستانس من ماي كلاس اسمي سي وأقول لإيش إن يو ماي كلاس فترى بعد أن عملت إنستانس جديد من ماي كلاس بمعنى هاش إيش معناته معناته هذا الـ variable اللي اسمه MYC يحتوي على نسخة من ماي كلاس يعني هذا ماي كلاس كله كبرامتر كـ variable properties وكميثود سيكون نسخة منه في هذا الإنستانس على هذا الإنستانس على هذا الإنستانس أيد مثلا أنا مثلا كما قد هو يحتوي على نسخة للكلاس فـ ماي سي ممكن أقول له .name أو .h فـ ماي سي .name نظر أستطيع أن أصل للـ name كـ properties كـ properties . إيش يساوي إنا ساوي إنا حسين و myc.h ساوي إنا إذن أنا هذا الكلاس كـ properties استطعت أن أصل لـ . . وكما ترى أنت الـ properties بالـ button button.text button.land button.hide إذن تلك الـ properties وهذه الـ properties الآن أستدعي الميثود التي تشيك حالة الشخص وهي تعيد بيانات كما قلنا String لذلك بما أن البيانات المعادة String فأعرض متغير نوع String إيش أقول له status يساوي إنا إيش أستدعي myc.h أستدعي الميثود اللي لو ترى أنه ميثود تستقبل برامتر واحد legalize فكم هو الـ legalize عسيب مثل 18 سنة وانتهينا طبعا هاي لوك دوت دي الـ header ايش نقول له و الـ data اللي هي ايش هاي وسترق طبعا هنا أنا ايش أضع breakpoint هنا حتى أريك إيش أريك كيف تجري العملية الفحص طبعا أقول له run وأنتظر النتائج سوف أوقفه موقعا حتى يتم عمل تنفيذ الـ حسنا حسنا الآن تنفيذ البرنامج وننفذه ايش أستخدم أنا استخدم الآن step into وليس step over حتى أرى كيف يكون instance من الكلاس وكيف يجل خطوة خطوة الآن ايش أنا نزيل هذا وأرى ما ليه فان انظر عندما عملت instance من الكلاس ذهب إلى هذا الكلاس وأخذ نسخة من عنده أخذ نسخة من الكلاس الآن الآن يأتي إلى الـ name يعطي انظر هذا الـ MYC أخذ نسخة من الكلاس أنستاذ أضغط خطوة الآن أضغط MYC أضلا لو وضعنا الـ MYC watch له حتى نرى التغير في add watch لو تشوف هذا الـ MYC طبعا أساسا أنا عندي add watch سابقا فان هذه الـ add watch لو ترى أنه فيه properties name وفيه properties age لو ترى الـ name الـ value الخاصة بها هي حسين H-U-W-S-I-E-N الآن أصبح فيه قيمة في هذا الكلاس الـ instance NYC طبعا أتنفذ خطوة الأخرى الآن الـ name الـ age لا يجد به أي بيانات لأنه لم تنفذ الخطوة لأنه لا أزال المؤشر عليه بعد تنفيذ الـ name ترى أنه الـ age أصبح أيضا لديه قيمة 22 ضمن كلاس NYC NYC أنا أتنفذ الآن لو ترى أنظر استلعد method method فذهب إلى chinking ونظروا الـ legal age هنا 18 في chinking لو ترى أنه X و NYC ليس لها قيمة يعني أنا في كلاس في كلاس آخر الآن جد قتلى edge نعم هل الـ age أكبر من من legal age نعم الـ age لو ترى أنه عندما لعملنا له sign 22 سوينا 22 والـ legal age و 18 الـ age 22 أكبر من 18 أنا الآن البرامترة التي عملناها sign بالبروغرام هي هيانها الآن أقول أن next return go ahead الآن strong status أصبح فيه بيانات أليس و هي؟ لو ترى أن status لو هيان هذه status ترى فيها حسين هاز legal age شكرا لحسين المتابع ونلتقي في دروس أخرى إن شاء الله